أقسام الدعاء الدعاء القسم إلى قسمين دعاء عبادة كل عبادة تصرف لغير الله شركك صلى لغير الله طافح حول القبور ذبح للجن شركك القسم الثاني من الدعاء دعاء مسألة دعاء طلب أقول لهذا أعطني كاسة ما أطلب بينها أقول أعطني كاسة ما أطلب بينها أعطني كاسة ما هذا دعاء المسألة دعاء الطلب ينقسم إلى قسمين الأول أن يطلب من المخلوق شيئا لا يقدر عليه إلا الله الشرك أكبر يطلب من الميت إنزال المطر هذا لا يقدر عليه إلا الله القسم الثاني أن يطلب من المخلوق شيئا يقدر عليه هذا جائز بشروط أربعة الأول أن يكون الطلب من حي لا من ميت الثاني أن يكون الطلب من قادر لا من عاجز يعني أطلب من إنسان مشلول أقول له أعطني كاسة ما لا يمكن لا يتحرك نعم أن يكون حاضر لا غائب يعني أنت الآن هنا في بريطانيا تنادي الولد الذي في أفريقيا لا يمكن نعم الرابع أن أعتقد أنه السبب لا يضر ولا ينفع نعم نعم الرابع أن أعتقد أنه السبب لا يضر ولا ينفع نعم نعم جاء بالماء الحمد لله وإن لا يأتي بها آخر أو أقوم أنه 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 مثل الدعاء مثل الدعاء الاستعانة أقول لهذا الأخ أعني في حملة هذه is seeking someone's assistance for example I say to his brother help me carry this يصح is this correct يصح بهذه الشروط الأربعة it is correct if it fulfills these four conditions فلان من الناس غريقة في البحر a person has drowned in the water and he's asking this person on the beach he says help me and Allah will help you yes this is correct with these four conditions and it is correct a student comes to you and asks you to to intercede for them so they can be accepted into this school is this correct is this correct it is correct if it fulfills these four conditions if one of these conditions is lost then this the ruling it goes from being permissible to becoming shirk now